سلام الله عليكم أعزائي تلميز سنة أولى متوسط أهلا بكم في درس جديد نوصل معنا لتقدم دروس الكتاب المدرسي اليوم صفحة رقم ثمانية وستون أعزائي متابعي القناة الجدود من فضلكم لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد كل الدروس إن شاء الله تابعوا معي نبدأ معا كما تعودنا في آخر شاك سيقنس يعني في الفانسة شاك سيقنس نلقوا هذه تاع جمي بخيبار أليك الهدف تحها هو أننا نحضروا التلميذ حتى يتعود على الكتابة وإدراج النصص وهذا شرحي عاونا بزاف في كتابة الوضايات الإدماجية voilà تابعوا معا اعزائي متابعوا معا اعزائي متابعوا معا اعزائي متابعوا معا وتابعوا معا وهي في متناول الجميع ماذا هي فوائد هذه الرياضة أو النشاط الرياضي؟ المشي يعني هو يحافظ على مرونة المفاصلة وكذلك تقوي العدم بدون بذل أي جهد قوي المشي يعني جهاز القلب أو نظام القلب وكذلك يحسن من الجهاز التنفسي وكذلك يحفظ على مرونة المشي يحفظ على مرونة المشي داء السمنة voilà plus qu'un sport la marche à pied est un excellent remède contre le stress بالإضافة على أنه رياضة المشي هو علاج ممتاز الممتاز هنا عندها علاج علاج ممتاز ضد القلق والتوتر هذا فيما يخص شرح النص عندنا نحن مصدر نص lasantepurtous.com ننتقل إلى السلاء حتى نزدون نفهم نص أكثر سبق معي جو كمفران ويجبك لتكست premièrement la marche à pied est-elle pratiquée سوفي ترابنس à partir du تكست يعني هل رياضة المشي تمارس يعني دائما المطلوب هنا أنك تعلل الإجابة من النص هنا لدينا الإجابة d'après le texte la marche à pied est devenue une activité sportive de plus en plus pratiquée إحنا يعني دكراحنا في أول النص هنا la marche à pied la marche à pied est de plus en plus pratiquée comme une activité sportive voilà هدف ميخص الجواب الجواب الأول عندنا سؤال ثاني à quoi sert la question posée dans le texte la question posée dans le texte هي هذه يعني اللي رح في المقدمة السؤال قالنا فيه ما هو الهدف من هاد السؤال هو أنه يعلمونا أو يخبرونا بهاد la deuxième partie يعني كي نطرحوا السؤال هذا لازم نلقوا هاد la deuxième partie لنسميوها la partie explicative هي اللي رح نشرحوا فيها les bienfaits de la marche à pied voilà تمنى تكونوا فهمتوني يعني كي نطرحوا السؤال في المقدمة يعني منطقيا لنرح نلقوا la deuxième partie هاد شرحنا هاد السؤال ويادا إمن تكون في وسط النص voilà سؤال ثالث كمبين يتل دو 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 مين ل مرح أ بي وياد هاد ياد المقدمة أو السؤال المطرح يعني لنطرحوا في الموضوع la deuxième partie تبد مين ل مرح أ بي حتى لحنا كنت لبزيتي هذه la deuxième partie لنطرحوا فيها شرح لبزيتي على مرح أ وياد لنطرحوا 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 الملخص أو الخاتم تبدأ هذه هي الجملة الأخيرة يعني المترجم الخاتم المترجم 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 من قبل هي la deuxième partie هذه هي la deuxième partie نسميها la partie explicative سؤال الأخير كالفراز سأخذ de conclusion أو text ما هي الجملة التي تعطينا ملخص النص كما تكرنا كذلك من قبل الجملة الأخيرة دائما ما تكون هي la conclusion تبدأ من هنا أو تنتهي هنا هذا هو ما هي خاصة للمشاهدة نتمنى تكونوا فهمتها ركزوا معي فقط أو شرح رهو سهل وواضح فقط القليل من التركيز رح يجيكم كلش سهل اكتبتة نمیرو 2 لِلِيَنْفِيْتِ دَا مَرْشَى فَوَاِدْ الْمَشِي تَنْكَمَرَادَ كِي سُفْرَدَ تَنْكَمَرَدَ سُتْبَلَى سُتْبَلَى تَنْكَمَرَدَ سيأتي الى المدرسة على الرغم من ان المسافة التي تفصل بين المنزل ساعو والمدرسة هي مسافة قاسرة المطلوب منك انك تكتب نص قاسر تشرح فيه لصديقك او لزميلك ضرورة ممارسة رياضة المشي هذا نتمنى منكم انكم تديروا عن ايقزمبل وحدكم أنا نعطيكم يعني جسد ايقزمبل ترجعوا له ولكن من المستحسن انكم تكتبوا تاكم وحدكم وَلَا حَكَ بَسْتَعُدُوا سُكْبُلِي وَلَا حَكَ بَسْتَعُدُوا سُكْبُلِي وَيُّ كُمْسَهْلِي وَلَا تَبَوْمَعَيَا Les bienfaits de la marche à pied Tu ne devrais pas venir au collège en voiture je te conseille de venir à pied surtout que tu n'habites pas très loin ainsi tu perdras du poids sinon tu risques de devenir obèse donc viens à l'école à pied pour activer la circulation veineuse et tonifier les muscles de tes jambes en plus tu seras plus détendu voilà هنا هذه المياني نسائح تقدمها لزاميلك هناك في المدرسة لا يجب عليك أن تأتي إلى المدرسة بالسيارة أنصحك أن تأتي ماشي على الأقدام خاصة أنك لا تسكن بعيدا كذلك تستطيع أن تخسر من وزنك معنى على المدرسة بالسيارة 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 والسيارة بالسيارة spoken يجب أن تصدر أباز يعني إذا لم تذهب وكملت على هذا الريتم ستكون أباز يعني سيصيبك دق السمنة يجب أن يجب الكل على البيئ لكي تقوم بعمل المدرسة يعني يجب إلى المدرسة على الأقدام كذلك حتى تنشط حركة الدم في جسمك وكذلك تقوي عضلات الرجلين تنشط في المسكة التي تقوي عضلات الأقدام كذلك تحس نفسك مسترخي أكثر دي تنجي معنة مسترخي هذا فيما يخص للدوزيما أكتبت يعني نصيحة كي تجيب تكتبو لبرودوكسون إكريت كي تجيب تبدوها دي جان في الدبو تضيوا من هذا المقطع اللي أعطاهو لكم تقدروا تكتبسوا منه بما أنكم سنة أولى يعني ما زال ما عندكم ش خبرة كبيرة في إدراج النصوص تقدروا تكتبسوا من المقدمة لمدها لكم وتضيفوا أفكار من عندكم وتزيدوا كلمات يعني ولا تقدروا حتى تحولوا المعنى إذا كنتوا تقدروا وتقدروا تكتبسوا من المقدمة وليس كنت تقدروا في إدراج النصوصة وليس كنت تقدروا في إدراج النصوصة ككن ك كم على إدراج النصوصة كانت اللون الأخير المال التي س starred من الملوي كنت تقدروا الإدprquency كرفرة أفكار الأخير نمو 1. معادي تقامراتك رتوح لديك المطرح لديك المطرح دوما ردع 3 تقامر في المطرح المطرح في المطرح في المطرح المطرح من المطرح بين المطرح 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 مطرح الأولى بحث المطرح مطرح فهي لا لست أجابة إجابة سبوخصة ما شرحتاش بالعربية السؤال الأول قال لك باستعانة بأنت وزملائك أوجد تعريف هذه الكلمة فاغ بلاي فاغ بلاي مش معنتها معنتها الفريق الذي يتمتع بأخلاق عالية في اللعب ويحترم القواعد وكذلك يتمتع بروح رياضية عالية هادي مش معنتها فاغ بلاي هنا المطلوب في السؤال الثاني أنك تكتب ثلاث جمل يعني تبين فيها التنظيم الرياضي الموجود في مؤسستك اللي نسميه يعني التنظيم الذي يحث على الأخلاق العالية في الرياضة عندنا هنا ثلاث جمل يعني أولا وفي البداية كل لاعب يجب عليه أن يحترم قواعد اللعب هذه أولا ثلاث يجب عليه أن يحترم كذلك يحترم اللاعبين والفريق الخصم وفي البداية وفي البداية خلال هذه الحلول يعني لازم عليكم تهزو أفكار باش تقدر توظفها في وضعيات إدماجية أخرى بس كل ما شرح نعطيكم دي مع المام سيجي ولا نفس الرياضة رح نتحطوا عليها ولكن الموضوع المشترك بناسهم أو التام كما دائما ما نلقوه في هذا التمارين مثلا احترام قواعد اللاعب احترام اللاعبين كذلك الإنسان يكون يتمتع بروح رياضية هذا نلقوهم يعني قواعد مشتركة في جميع الرياضات هذا فيما يخص الصفحة رقم 68 ننتقل إلى صفحة الموالية جانب وهنا كريم زميل لك في القسم يريد ممارسة رياضة السباحة لهذا يجب عليه أن يشرح لأمه فوائد هذه الرياضة اكتب حوار فيه كريم يجيب على أسئلة أمه في القسم تنجل الوظر يبدو بها يتنجل الرياضة السباحة كريم كم أن تنجل في القسم كريم أنت بحجة في ممارسة السباحة هذا يجب عليك يجب على أسئلة سباحة كاريم مي ماما راسورتوى وانا كم لو لو ديالوغ والا حين ديرو حيوار بين الوم و ابنها هي تطرح اسئلة و هو يجاوب عليها حاولو انكم تتخيلو هاد الحيوار و تكسبوه والا حينو بي هاد صندوق الكلمات عنako dens 8 و فهمتو شكلما حاولو انكم تترجعو للمقاموس حتىى اتت babiesخ عندكم المعلومات Ensuite en donnant les verbes Lager la vaisselle, repasser, dépoussiérer, passer l'aspirateur, bricoler, jardiner, faire du vélo, nager, marcher, courir, bouger, monter, escalader كذلك بالنسبة للأفعال إذا ما فهمتوش حاجة أرجع لها القاموس Les adjectives Mauvais, bon, physique, sérieux, saint, régulier, sportive هذا فيما يخص مجموعة الصيفات Voilà Mi a ta disposition ce coffre-mau Tedra a realizé une meilleure production يعني في la production que je crée ça كلاح تسعين بهذا الصندوق وحاول أنك توضف هذه الكلمات حتى تكون عندك une meilleure production écrite Voilà Criteres de réussite Pour réussir ta production Utilise le procédé de définition Utilise le procédé de lénumération Utilise des phrases déclaratives Utilise des mots qui servent à l'enchaînement des actions dans tes phrases Utilise une proposition relative par qui Mais tes verbes au présent de l'indicatif يعني هنا هذه c'est un schéma والله هي rahi تساعدكم باش تكون la production écrite àكم اللي حوالي المطلب منكم أن la production écrite àكم يكونوا فيها هادول يكون فيها تعريف يكون فيها ترتيب وترقيم استعمل الجملة الإخبارية كذلك تستعمل للموكي serve un enchaînement اللي هي دابور ensuite puis et enfin عندنا لازم نستعملوا une proposition relative par qui كي ما شونا في الدرس السابق وكذلك الأفعال لازم تكون مصرفة au présent de l'indicatif ووالا هادو التعليمات راح يساعدوكم في la production écrite وهادا الجدول كي ما كل مرة نشرحولكم je mets value ووالا هنا عندنا مجموعة الإرشادات أو المطلوب مننا وهنا عندنا oui وهنا عندنا non انتك تكمل la production écrite تعك تقرأها وتشوف sq إذا كدرت هاد هاد المطلوب منك يعني وتحط إذا درتها تحط oui وإذا ما درتاش تدير لا وتقيم la production écrite تعك ووالا نتمنى أنكم تجتهدوا وتديروا هاد الديالوج إن شاء الله تنجحوا فيه استعينوا بالقاموس واستعينوا بال يعني بالدروس اللي درناها من قبل والأفكار ووالا رح تكون إن شاء الله une bonne production écrite ووالا فيما يخص وضعية إدماجية خاصة بالرياضة رح نخصلكم فيديو إن شاء الله يعني فيديو مستقل رح نجمع لكم فيه يعني مجموعة من الوضعيات الإدماجية الخاصة بموضوع الرياضة بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصلت لنهاية درس اليوم نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله وسلام الله عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر